انتخاب حسن روحاني رئيسا جديدا لإيران قد يشكل بادرة إيجابية في العلاقات الأمريكية الإيرانية وإن كانت مثل هذه البادرة محفوفة بالمخاطر الموقف الرسمي الأمريكي تضمن إشارة تفاؤل لانتخاب شخصية إصلاحية لكن محللين يرون أن تحسن العلاقات بين الجانبين رهين بتغير السلوك الإيراني في عدد من القضايا أبرزها أزمة ملفها النووي المثير للجدل هناك جرح عميق في العلاقات الأمريكية الإيرانية هذه العلاقات تحتاج إلى وقت من أجل حل القضايا الشائكة بين الجانبين التي قد تؤدي بالرئيس روحاني لاتخاذ خطوات إيجابية لكن الرئيس الجديد قال أيضا أن مصالح إيران يجب أن تحترم لطالما شكلت إيران وسياساتها في المنطقة مصدر قلق للحكومة الأمريكية سياسات تأمل واشنطن أن يعيد الرئيس حسن روحاني مراجعتها على الرغم من الشكوك في أن يكون قادرا على الإفلات من قبضة المرشد علي خامنأي صاحب اليد الطولة في قرارات إيران السيادية يبدو أن سياسة إيران ستكون أكثر انفتاحا لكن تعامل الولايات المتحدة وإسرائيل سيكون حذرا للغاية الإيرانيون صوتوا لصالح الرئيس روحاني من الجولة الأولى والغرب يعتبر أن الرئيس الجديد شخص يمكن التحاور معه الرئيس حسن روحاني وصف انتخابه بأنه انتصار للاعتدال والحكمة على التطرف لكن مفاهيم الاعتدال والحكمة لا تقاس أمريكيا إلا بخطوات عملية على الأرض تعكس ما سيقوم به الرجل من تغير محتمل في سياسات طهران المتشددة خاصة موقفها من النظام السوري وتبديد شكوك الغرب في طبيعة برنامجها النووي بين إيران والولايات المتحدة ما صنع الحداد من اتهامات واتهامات مضادة قد يرفع انتخاب حسن روحاني نحو انفراج في العلاقات بين أعداء الدهر لكن الأعمال وحدها هي ما تقيس به واشنطن علاقاتها الحذيرة مع طهران وليس بالأقوال محمد الأحمس كي نيوز عربية واشنطن